أعرب مجلس النواب عن رفضه للقرار الصادري عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية وأضاف المجلس في بيان أصدره أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولة البرلمان الأوروبي البيائسة وغير المبررة بالدعاء امتلاكه سلطة تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر وحث سلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون فقد أوضح مجلس النواب أن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية وأكد مجلس النواب أن الهيئة الوطنية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية مشيرا إلى أن السبق وأن تأكد لها من واقع متابعتها عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محابة أو مضايقات من قبل الجهة المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى جانب تشكيلها لجنة لطلق جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العمليات الانتخابية